بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى وجل منهم أن ننذر الناس وبشر الذين آمنوا وأن لهم صعدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرغى في ستة أيام ثم السباع للعرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من القصة هو الذين كفروا لهم شغاب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياء والقمر نوغا وقدره مناسل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرغى لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورغوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشغس عجالهم بالخير لقويا إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان غرغ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ورغه مرغا كأن لم يدعنا إلى ور مسه كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أنهكنا القرون من قبلك لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجسي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأروا من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتم قرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نصري إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم لو شاء الله ما تلوتهم عليكم ولا يدراكم به فقد لبت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يغرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاطلفوا ولولا كلمة سبق من ربك نقوي بينهم فيما فيه يختلفون فيقولون لولا أنسل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا دقنا الناس وحمة من بعد ورغاء مسأتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجغين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيدنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنس الله من السماء فاغتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض سغرفها واستجنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تهى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحصل الحسن بسيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جساء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فصينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتهم لغافلين هناك تبلو كل نس ما أسلفت وغدوا إلى الله مولاهم الحق وولى عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء ولا رغيا من يملك السماء ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تعتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ولا فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلقة ثم يعيده قل الله يبدأ الخلقة ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق حق وأن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ودصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسوغة مثله ودعوا من استطعتهم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم بالمسجدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يسمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يؤلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يؤلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد غسوا الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعو الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قوي بينهم القصفهم لا يؤلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنا صغر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يسأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أغيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويسمعونك حقه قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجسين